نروح بقى للبرلمان والبرلمان الحقيقة فيه إصارة 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 كالعادة يعني من أول ما ابتدى لكن الحقيقة الإيجابي هو أنه ابتدينا نسرع جدا في اللايحة وأظن أن احنا وصلنا إلى 295 أو 300 مادة تقريبا كده الدنيا بتمشي يعني كده الدنيا بتمشي التصويت الإلكتروني فيه مشكلة فابتدوا التصويت بالأيدي فيه حركة أسرع نتمنى أنه خلاص خلال يوم أو اتنين تخلص اللايحة اللي بتدي تشكل اللجان بنا توقع أنه خطاب سيد رئيس الوزراء أمام البرلمان يكون مثلا في الحدود ما بين 15 ل19 مارس من 15 ل19 مارس هذه توقعاتنا أو معلوماتنا لبيان الحكومة في أمام مجلس الشعب لكن ربما الخبر الأكثر إثارة الآن هو هذا الاتجاه الذي يسود عدد كبير من أعضاء المجلس لإسقاط عضوية النائب توفيق أوكاشا المنذ قليل كان النائب مثلا نائب توفيق أوكاشا أمام لجنة التحقيق يعني ما خرجش بيان من هذه اللجنة اللجنة هتكتب بيانها غدا لكن معلوماتنا بتقول أنه فيه اتجاه داخل اللجنة واتجاه داخل المجلس لإسقاط عضويته طارق الخولي من دعم مصر بيجمع بالفعل توقيعات للنواب الليحة بتقول الليحة القديمة بتقول أنه الإسقاط العضوية تطلب توقيع 25% من النواب يعني 149 نائب ولم تقر لسه تلت النواب لكن معلوماتنا بتقول أن طارق الخولي بالفعل جمع عدد أكبر من هذه التوقيعات إيه الجرائم أو إيه الاتهامات التي يواجهها عكاشة أنه تغول فيه اختصاصات السلطة التنفيذية تفاوض فيما لا يملك ولا يحق له إيانة الشعب المصري إيانة البرلمان وربما أيضا اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه وهناك بلاغ أمام النيابة عندنا معلومات أن هناك بلاغ أمام النائب العام حول قضية الدكتوراه هل هي مزورة هل هي حقيقية طبعا إذا ما هناك بلاغ بالفعل يبقى حيتم بحثه أمام النيابة